ترقب عشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي شفتك قلت الموت تكشي باش يوصلني وانت راجع الجيه اخرى اي بالضبط بغيت نمشي نقديشي شغيل بسلبة حيث اليوم عندي السحر قول ما غديش دخل الداب دابة اه؟ لا دابة واحد ساعة لأكل حنظر ايوه انت اذا غدي نبقى حذيك حتى نشوفك معي شدخلتي وملي غدي تكوني في فرنسا شكو اللي غدي يحضيني غدي نوصي عليك ماما امزي يا انت مارك الله وانا شكوني نوصي عليك شكو اللي غدي يحضيك ايوه وعلى ما عندك تلقى فيها ايوه واخصة تكون عندك حتى انتي فيها ما تحتاجيش تصوصي عليها ماماك ايوه صافي صافي بلا ما تقلق انا غير دحكت معك على اللوكين على شو نتقلق على انتي ما مقلقاش واخها غدي يتبعدي عليها ايوه تلتسنين دابة وهي دست ويكونوا عندنا ان شاء الله الامكانيات باش نديروا دارنا ونولدوا الوليدة حتى احنا ان شاء الله ان شاء الله الله يخليك الشريف وقفنا وانكتادي كل مرة عادية تجيب واحدة جديدة ومنك تتعلموا ما الخوا فيه ندرست صحابه القصية وخليوا اني دابة شوية في المعنى شنو قلتيو هذين صاروا هذه الليلة انا مكين مشكلة ودبانا احتسبت الماجي عندي مشاكيلة لذاك الخاطب الضغبيل قعبيك انا اوكي نمشي وباش نوجي جداء لا 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 تعيي لي هذ ربطة العنق هي اللي غدي تجي معي حسن من هذين ها؟ ولا هذين حسن؟ خير سعيد ولا تكت تخترحوا ايجكبوا هذيك؟ ألا أختي فوزية ألا غير حيت مزلوب شوية شوفي شوفي اللارت عليك شكوني حسن هدي ولا هدي بزوجهم زوينين اللي لبسي غد يتجي معك تعي لي هدي حسن أنا شوف شوكرا شكرا شكرا قولي يا فوزية فين هي سعاد ما تكون غير هي اللي جت مزيان تبارك الله عالد دخلتها شوفي ما كان بغيش نغووت وما كان بغيش نتعصب باش ما يسمعني للوالد ولا الوالدة يا والله يا هديها وش دك الولد يرفضوه الناس كون غير اختارك انتي كون أنا دبراني معني نربح عارس لأختي وما نخسرش صاحبي على هو وقت دي أنا خصني واحد كبر مني وهو أخص وحده صغر منه عندك الحق حتى أنا أوليت غير كان خربك دو خاتني بالصراحة هذا وخدني هدخيتي هذه ما عرفش شنو خصني ندير معها ولي درها الله هي اللي تكون ودوي معها عوثاني لعله وعسة تخيير ايها خليني خليني دباف وزيع خليني نلبس حواجي ونبعد سنرى كيف ندير معها ويجبت تقالصها لك ما لم تردت ناشا لا كل شيء وغض غير كانت سنة نردي هذا هو عمره طويل الوالدة الوالد أهلاً 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 لا أرد عليك يا أوليدي قل سديتي الحالوث مزيان ياك لا تحتاج تصني يا الوالد راه كيف العادة كل شي بخير ايه يا سهل بتلحواجك أجيب انتع الشاوضغيا كنا كانت سنوك غير انتكت عرفني يا أوليدي لا أرد عليك كان بغير انتع الشابكري وغير خليني يا الوالد نرتاح قليلاً وغلس أوليدي بعد ترتاح شوية غلس يا فكرتيني راني دويت مع الساعد خيونس صاحبك وش كتسمعني يا أناس ولا ما كتسمعنيش اه كنسمعك غدي نبقى نقرأ معيونس في دارهم وانت قلتها تقرأ ماشي تلعب غير كنهان يا الوالد يونس راه تلمد مجتهد خاكي عونه مزيان في قاع المواد قاع الأساتدك يشكروه ان شاء الله تكون رجل بحاله ستبدأ معنا هلتنين وفينا ساعة من السبعة للفق وش كنه سيبقى يجيبه غيرت هنو أنا منين سيصد الحانوت ندوز عليه والله لا فكرة وكنت كار خمنون كنه سيبقى يديه ويجيبه في اللي وانوضة ننزل لكم العصان حتى أنا بغيت نرتاح ايه واراني بيج وعطقينا خلاص وغلوغل ما جدت اليوم أمينة لا حتى اللغدة وتقيل معنا واراني توحش الدولاري حتى أنا باش نيت حتى أنا في الأشياء نخرجهم مع أناس يتساراو ايه شنو رديلك سعاد رخصني نجوب السيد وصافيك جوبتك قبيلة شنو زعمة بقية في كلمتك وبحال دك شي وش انتي بعقلي كل ما ترزقيش قد ظني أنك أحسن منه ولا شنو الله يهديك أبنيتي راه ولد الناس ما تضيعيش من يديك أوه وش زواج ده بزز لا كل شي حتى الزواج بالخاطر أنا غير بويت نفهم علاج ما موفقش عليه قنعيني بشي مبرير بشي حاجة خيبة فيه هين نفهم على هي غير حاجة وحدة وشنو أنا قلس نسمعها لله شنو هاد الحواج اللي ما عجبوكش فيه يوصل بي يصل بي أبنيتي واتكلمي خاكره مزروب يوضوي ضغية قولي ايش عندك عليه أولا خاصو يكون فيزيكمون كيعجبني في شكل دياله على مرش كلو مالو ما بيش ولكن رماشي شكل ديالي هم ايو تانيا ما عندو لطوموبيل ولا كيسكن في فيلا ايو احنا كالسكن في فيلا راه كل واحد كيعيش كيف كتبلو ربي وانا غادي نعيش مع واحد مكتبلو ربي يكون لاباس عليه ايو قولي 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 بعدين ان شاء الله انت راه باغيات طياري ما كنتش كنظن انك كتفقري بادشكل بيلي يخسكي طربي من جديد انت غير فضولي بعدك راه بلي يربيني ماشي انتق مزيعل وبقالي انت حورة مع راساتك فهمتي حيت مسكن ما عندو جيد ليك ولا لدك مراد قارطونا اشنو غادي تقول ده بساعدة وليدي الولد ما بقاليا ما نقول ما بقاليا ما نقول لالوالدة ولا تلالا سعاد كتعير فينا خليتكم على خير ما كاتحشميش ما كاتحشميش الله يخرج عقبتك على خير جاتني زوين هاد الكسوة واعرة نبقى بيها اه واخلون الزرق ما كيعجبنيش بصافي بسابون ما تكون هذا الخنشوش اللي غادي يجي عندي تبا مديره مع احد اه تقدر تكون سوعد اه انتي مالكي تخلعتي ياك ما جيت في شي وقت ما يشي فيه هادك لا 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 غيره كان معروضة اليوم الاشي سهره اه دخلي دخلي بعدها ترتاحي شوية اه واختي على ما كنضنش غادي تقدر تخرجي لماذا؟ احنا اليوم غادي نصهره عندك ايوه كنت تقوليها لي قبل قبل ما ندير مع وحدين اخرين ايوه انا ما كنت عارفة عاد تصلوا بيه في اخر ساعة واتصلت بك بالحق ما جاوبتينيش ماشي مهم المهم لقيتك باقية في الدار اه شنزع ما خاص ينقلس غادي قلسي وتوجي جديد طبلة ومحتى الماكلة غادي يجيبوها معهم وتبدلع لي هذا الحويش ايوه ولا قلتلك حتى الغدة ماشي مشكل ايوه من بعد كنت تقوليك من البيض لك ما okay اهلو اهلو ساليم اهه غير ما تسنانيش اه اه جانيش يوجع وما قدرش نخرج اه نخلي واحتى الغدة اه تأنا ما كرتش نخرج والكينل غالب الله وهيلي اه ما انا متأكدة غادي ينجي الغدة ان شاء الله وبسلامة باي شين مرة جديدة هادي ماشي بحال لك اتعرفي بعدان اللي كنعرف فيهم الفايدة باركة من الله هدرا خليني نمشي نشوف اشنو غادي ندير الواليد اللي عطلني عاد اعطاني السيارة ديالو ايوه مرغيتي لما اقول خصك يا صاحبي تشري تنتجي بادا اه بدي لتنتجي الله ياهدي الفلسات اللي هندي مخبيهم دي الزواج حتى المنبعد عادي لا قدر الواليد يعاوني المهم 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 والفرحة الكبيرة فرحني يوم الكسكتين عشنو واقع اه لا 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 والوالو غير شي عشامع عشامع المدير ديالا المطعم بلاش منو ما ما فيها من تكلم يا يوسف اه لي اه سعيد اه سعيد رحنا صغرنا دو ازنا مع بعض وشاب ابناء وحتى العمل ديالنا في بيرو واحد خلي احتلم بعد السعراء عادي نتكلموا فضل موضوع ايه سيدي على خطرك صافي ها يوه اطربنا اليومك في العادة بشي نغامات ثم نحاول ما انا في الوقع ما قادش غيركن زرار poss fer لماذا إعرفك؟ لا قدمت لكم صديق يوسم تعال لي انت هو الصديق الوحيد ، دايما نرى гол씁 من ليه كن أصغر هو حتى نشاء الله بلين شير فوق كنتم في الاستماع إلى الحلقة الرابعة من مسلسل وتدور الأيام تشخيص فاطمة بن مزيان صفية الزياني راشيد الحراق ماريا صادق أحمد الناجي بن عبدالله الجندي مجيدة بن كيران جليلة لمسي أحمد ولقايد عبدالواحد السانوجي محمد الزيات إكرام البصري وأنوار الجندي تأليف جميل البعزاوي هندسة صوت الحسين الخرمودي وفاطمة لتيمي إخراج حميد زيان موسيقى 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 شكرا